هذا الهجوم كانت قد سبقته تصريحات ومطالبات أمريكية للعراق بضرورة حماية المؤسسات الدبلوماسية والبعثات الدبلوماسية ومنها البعثات الأمريكية هناك فهجوم أربيل يأتي بعد مطالبة الولايات المتحدة الأمريكية لعراق أمس بحماية بعثاتها الدبلوماسية في البلاد كما لوح القنصل الأمريكي في أربيل روبرت والر في تصريح لقناة الحدث قبل هجوم أربيل بأن العراق إن لم يتولى حمايتنا سنضطر لحماية أنفسنا بطريقتنا وأضاف القنصل الأمريكي في أربيل أن الحجد الشعبي خطر على العراق وعد أن الجماعات المسلحة التابعة لإيران في العراق غير منضبطة وتهدد كل البعثات الدبلوماسية هناك هذا الهجوم جرى بمسيرة وجهت إلى قاعدة قوات التحالف داخل المطار وهو بالمناسبة ليس الأول من نوعه إنما يأتي بعد نحو شهرين من هجوم مماثل استهدف مجمع عسكريا في مطار أربيل تتمركز فيه قوات أجنبية تابعة للتحالف الدولي ففي فبراير الماضي شهد مطار أربيل حدثا مطابقا تقريبا أنا ذاك أو أدى أنا ذاك لمقتل متعاقد مدني أجنبي وجرح تسعة آخرين بينهم جندي أمريكي جهاز مكافحة الإرهاب في الإقليم اتهم وقتها ميليشيات عراقية بينها ميليشيا ما تسمى بكتائب سيد الشهداء التي يتزعمها شخص يدعى أبو ولاء الولاء بشن الهجوم ترجمة نانسي قنقر